ما الذي يجري يا سادة يا كرام داخل مجلس النواب الكل يتحدث عن قوانين ومشاريع قوانين وخلافات وجدل يسوده طابعا طائفيا لمجرد أن حضرت كلمة طائفيا أشيل القانون أخلي على جنب وقفل عليه برزة ومفتاح وقعد أن تظر التوقيتات أكثر خوفا من أولاد الحرام أن يستغلوا هذه المواقف أو هذه الظروف ليعيدونا مرة أخرى إلى المربعات السوداء أو تعالي أم الولد حزب الولد حتى نقاتل من جديد لنحمي عورات الطائفيون وهم مواعتهم غير تصريحات وبيانات ليش أخوان القوانين التي بيها طابع طائفي أو تقترب من الطائفية أو تحقق استفافا طائفي أو شحب مهما كانت أهميتها نؤجلها إلى ظرف آخر وبعدها ليش رجعته من جديد على نظام السلة الواحدة ما هذا الاقتصاد المقايضة أو نظام المقايضة كان قبل الإسلام بأعلاف السنين أطنيك هاي تطيني هاي ما فائدة نظام السلة الواحدة نحن بيها دورة برلمانية حتى نعود عودة على بد ننتكس من جديد لنتعامل لنمشيون نذني ونمشيكم نذني وكأنه عندما يمر قانون الأحوال الشخصية ليعود السادة النواب الشياء يقولون ها وقد انتصرنا على السنة قررت عينك ولما ينتصر أو يمشي قانون العفو العام يرجع السنة يقولون ها قد انتصرنا على الشياء طرح أنا ما أتهكم ولا عندي غاية مع أحد لكن هذا واقع الحال الذي تخجلون منه أن تقولوه للعالم أنا ما أقدر أتخيل الأمر بخلاف هذا الحلش بالإعلام والخبن بالإعلام شكل والحقيقة شكل آخر وعندما نخجل أن نتواجه بالحقائق فذلك بئس المصير أو بئس ما وصلنا إليه أهم وأخطر قانونيا يتم مناقشتهم في جلسة واحدة ما كنا يقول لا ما كواحد يقول يا با قانون العفو العام لوحدة يراد لأيام أو قانون القاسرات وزواج القاسرات والمطلقات هذا أهم يراد لأيام تحطونه بيوم واحد وتقولون هذا ما مكننا الله عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر